البحر الأبيض المتوسط وإن هدأ صيفاً تظل أمواج الهجرة غير شرعية فيه نشطة في آخر عملية تمكن حرس السواحل بليبيا من إنقاذ 114 مهاجراً من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو شواطئ الأوروبية وفي سعيها لمحاربة الهجرة غير شرعية طالب ليبيا الدول الأوروبية في الضفة الأخرى بتنسيق الجهود بشكل أكبر بغية كبح سيل الهجرة من منابعها عوض اعتراضها في البحر إذ دع البرلمان الليبي على لسان رئيس لجنة شؤون الخارجية إلى تحرك دولي أوروبي مشترك لتعزيز الأمن على حدود ليبيا ومحاربة شبكات تهريب البشر وتماكن أمن السواحل في ليبيا منذ مطلع العام ورغم وسائله المحدودة من إحباط هجرة سبعة ألاف وسبعمائة وسبعة وعشرين فرداً بصفة غير شرعية خلال ست وتسعين عمالية المنظمة الدولية للهجرة رصدت خمسة وأربعين ألف مهاجر في منطقة الساحل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ثلاثون بالمئة منهم متجهون نحو ليبيا وتدفع أزمات الجفاف والنزاعات أمواجاً من المهاجرين قد يشكلون مورداً أهاماً لشبكات تهريب البشر والتي تنشط بشكل وثيق في تمويل الإرهاب والجريم العابر للحدود وتهريب المخدرات وتطالب ليبيا برسم خطة للعمل المشترك مع دول الجوار خاصة الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز قدرات البحث والإنقاذ وكذلك دعم الأمن في الحدود الليبية إلى جانب محاربة شبكات تهريب البشر ومساعدة البلدان الإفريقية ضعيفة ويظل الخطر الأكبر لهؤلاء المهاجرين في استمرار تجنيدهم كمرتزقة وسط انتشار السلاح في ليبيا في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لاستعادة الأمن وتعبيد الطريق نحو الاستقرار اشتركوا في القناة